اطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استبيانا خاصا بتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال في سوريا لعام 2020 وذلك بهدف الوقوف على اهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الاعمال محليا هذا وطلبت الوزارة من الفعاليات الاقتصادية المشاركة بتعبئة استمارة الاستبيان الالكتروني الموجود على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك اعتبارا من يوم امس وحتى العشر من الشهر القادم كشف مدير مديرية انظمة الدفع في مصرف سوريا المركزي عماد رجب انه تم ترخيص ثماني شركات محلية للدفع الالكتروني لديها كافة انواع الخدمات المصرفية الالكترونية من بوابة الدفع الالكتروني للانترنت وصولا الى البطاقة المصرفية التقليدية ولفت رجب الى ان مصرف سوريا المركزي انجز عمليات الربط بين خمسة مصارف واصبح يمكن لأي بطاقة مصرفية من ضمن هذه المصارف العمل على قنوات المصارف الباقية تسعى مصر لتفعيل تدول السلع الاساسية والمشتريات الحكومية عبر برصة مخصصة لذلك والتي قد تبدأ في العمل قبل نهاية العام الجاري هذا وتعمل مصر منذ عام 2019 على تأسيس تلك البورصة اعلنت هيئة الطاقة البريطانية رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيها اعتبارا من تشرين الاول اكتوبر القادم بعد ارتفاع اسعار الطاقة عالميا الناجم عن تداعية العقوبات ضد روسيا هذا في حين قال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير ان الزيادات في اسعار الكهرباء العام المقبل ستكون محدودة معلنا ان الحكومة ستقدم مساعدة للأسر الاقل قدرة على سداد فواتير الطاقة توصلت الحكومتان الامريكية وصينية الى اتفاق اولي يسمح للمسؤولين الامريكيين بمراجعة وثائق المراجعة المحاسبية للشركات الصينية التي يجري تداولها في الولايات المتحدة كخطوة اولى لتجنب شطب اسهم نحو 200 شركة من بورصة نيويورك ويمثل الاتفاق اختراقا نحو حل خلافات مستمرة منذ عقود بين الدولتين بشأن الوصول الى اوراق المراجعة المحاسبية اشتركوا في القناة